حالا في المرحلة العديداء اهلا بكم في فيديو بديد بعنوان هندل عنا نستر هناخد النهاردة في النحن هناخد درس جديد اسمه اسلوب النيداء الدرس ده مهم اولا نستر يعني هي اسلوب نداء اصلا اسلوب النداء ده انك تندع شخص بقادة نداء او ما تندوش بقادة نداء يعني تحزل ولاية الistyديد طب يا مستر اسلوب النداء دوت اصلا ليه ادوات ها ليه انواع ها تعالوا يا الله عشان نتعرف علي اسلوب النداء عندك ليه خمس ادوات وليه خمس انواع ايه هي يا مستر الخمس ادوات الخمس ادوات ايو الهامزة القارب الكم بقت يالك يالك ويال البعيد يبقى أنا عند همزري الخمس ادوואات دول دول ادوات نداء يبقى اي حاجة بعد ايموه بيهه بتكون م منادة يبقى انا عندي ايو الهمزة وايو وهيو الياق يا تنفع النداء القريب ونداء البعيد منحوظة مهمة او لسه الهانة ايه يا مستر قلتلك ان اي حاجة بعد اداة النداء دول اي حاجة بعد اداة من الادوات دول بتكون ايه منادة ايجي بقى لانواع المنادة انواع المنادة عندي خمس انواع ايه هما مستر موضاف شبيه بالموضاف تالت حاجة نكرة غير مقصودة ايه هما تاني موضاف شبيه بالموضاف تالت حاجة نكرة غير مقصودة وعند النكرة المقصودة والعالم المفرد اول تلت انواع دول دايما منصوبين طب انه ايه هاني التانيين يا مستر النكرة المقصودة والمنادة العالم بيتبنوا بيتبنوا بايه عالم يرفع بايه يعني التوف هي مرفوعة بايه وفي الحالة دي بقول مبني على الضم مبني على الواو واكذا طيب لما ديجي ننتقل بقى لأول نوع عندنا وهو المنادة المضاف المنادة المضاف يعني لما ديقول يا طالبة العلم آه واحدة واحدة فين أداة الندان يا فين المنادة طالبة أحدد نوعه إزاي إنت أرسك تبتلي مثال ونوع وقرتلي ده مضاف أعرف إزاي الندى مضاف آه بشت بقى ما هيكلة في الملحوظة المهمة دي أول ما تلمح أي أداة نداء وبعدها منادة أسأل نفسك السؤال ده كيف نحدد نوع المنادة بالكلمة اللي بعد المنادة بص كده المستر قال لي أسأل نفس السؤال المهم كيف نحدد نوع المنادة بالكلمة اللي بعد المنادة فين هنا المنادة طالبة كلمة اللي بعد هي العلم آه أنا المستر قال لي نكرة ومعارفها بيتساوندوف إليه مش طالب دي ناكرة ويعلم دي معرفة بالزبط يبقى ناكرة ومعرفة تديك مضافة هي بقى نوع المنادة هنا ايه مضاف طيب لما نيجي نقول يا وطني فين المنادة المفروض وطني صح حلوة الكلام ده مستر عرفت ازاي نوع مضافة اسأل نفسك كيف انا احدد نوع المنادة بالكلمة اللي بعد المنادة المنادة هنا عبارة عن ايه وطني وطني دي عبارة عن ايه اسم زائد ضمير وطن زائد ضمير اللي هو الياد بص كده معايا لما جاقول اي اسم زائد ضمير بيسوي ايه مضافة ليه مش احنا اخذنا ان اي اسم زائد ضمير بيسوي مضافة ليه يبقى في الحالة دي وطني هنا نوع منادة مضاف نيجي بقى للنوع التاني وهو الشبيه بالمضاف المنادة الشبيه بالمضاف لما جاقول يا طالبا للعلم الميستر قال اقولنا تلمع عادتني ده بعدها مناجة اسأل نفسك السؤال المهم اللي هو ايه كيف نحدد نوع المنادة بالكلمة اللي بعد المنادة بصك انا معايا بقول يا طالبا للعنى المنادة هنا منون تمان بعدي ايه بعديه جار ومجرور اه يبقى الشباب المضاف يكون جالبا منون وبعده جار ومجرور يبقى طالبا هنا منادة منصوب بنفتحة نوعه شبيه بالمضاف طيب لما نيجي برضو يقول يا راغبا في العمل راغبا هنا ايه منونة وبعدها ايه جار ومجرور يبقى نوع ايه شبيه بالمضاف علشان مستر فاروق قال لنا اي منادة منونة وبعده جار ومجرور او اي منادة منصوب بعده جار ومجرور بيكون شبيه بالمضاف لما اجا اقول في تالت حاجة تالت مثال يا لما اقول في تالت مثال يا عاملين في المصنع يا عاملين في المصنع عاملين ده منادة منصوب بالياء بعده جار ومجرور يجي على طول نوع ايه شبيه بالمضاف نيجي بقى للنوع الثالت النكرة غير مقصودة ركز معيه اوه علشان في ملحوظة مهمة اينا لازم تعرفها ايه يا مستر الملحوظة اني مفيش فرق بين النكرة الغير مقصودة والنكرة المقصودة هالحاجة بسيطة اوي هتعرفها دلوقت ده واحد ايه بيغرق فعايز حد ايه ينكزه فهو هنا بيقول ايه يا رجل انكزني عايز حد ايه ينكزه من الغريب وهو رجل بيغرق ركز بقى معيه في الحتة دي انا عندي المستر قال لأي اداة من اداوات النداء اللي بعدها بيكون منادة يبقى رجل دي ولا مغمت كده منادة منادة ايه يا مستر مرادة منصوب لان احنا خدنا ان احنا ندينا اول ثلاث انواع المضاف والشريب المضاف والنكرة الغير مقصودة دايما بيتنزه فيه هنا جاره مجرور لا يبقى ده وقت مش شريب المضاف طيب بقول يا رجل انكزني هو انا دلوقت الرجل اللي بيغرق ندع على حد معايا ينكزه ده رجل بيغرق فهو عايز يستنى مثلا عايز محمد هو اللي ينكزني انا عايز الفلان ده هو اللي ينكزني لا بيغرق يا عامد عايز يا حد ينكزي فهو انا قال يا رجل انكزني انكرة غير مقصودة حاجة مش مقصودة طيب يا مستر لو انا معرفتش اخرق بالمعنى ده يبقى هي بتكون ورعا تلمة واحدة منونة رجل انكزني طيب نيجي للمسال التاني واحد بالوقت عايز حد يعطي الطريق راجل كمير في السن عايز حد يعطي الطريق فقال يا ولدا خذ بيدي عايز حد ياخد بيدي فهنا ولدا دي هتكون منادى منصوب بالفتحة لانه نكرة غير مقصودة او يا عاملين اقبلوا اش احنا اتفاعل ان النكرة غير مقصودة بيكون كلمة واحدة بس خلاص يبقى عاملين هنا نوع منادى منصوب بالياء علشان نكرة غير مقصودة بس بقى عايز دلوقتي علشان حالا هننتقل من النكرة المقصودة وقلت لك مفيش فرق ما بين النكرة المقصودة والجير المقصودة بالحدة صغيرة او هتعرفها دلوقتي النكرة المقصودة بقى لبناجة اقول يا رجل انكزني ايه دا يا مستر انت في المثال اللي فات في النكرة غير مقصودة قلت يا رجل هنا قلت يا رجل ايه الفرق التنوين يا مستر او التنوين ايه دا يا مستر يعني نفس امثلة النكرة غير مقصودة هي هي نفس امثلة النكرة المقصودة بس بشيل التنوين او نسب الياء ايضا بالزبط كده هنا قلت يا رجل انكزني او مش انا اتفاعت معاك ان انا عمدي النكرة المقصودة والمنادى العلم دون مرفوعين بيتبنوا على مرفاوي يعني ممكن يترفع بالضم ممكن يترفع بالواو يعني في الحالة دي بقول عليه مبني منادى مبني على الضم او منادى مبني على الواو في محل النظر يبقى اتفاقتي معاك ان انا عندي الفرق بين النجرة المقصودة وغير المقصودة حاجة صغيرة اوي اللي هي التنوين او بمعنى صح النظر اهو المنادى بيقولك في النوع ده مبني على ما يرفع به بصت بقى محايا كده في المسال التاني لما اجا اقول يا ولد خذ بيدي نفس المسال ان دي كان في النجرة غير المقصودة بتاعي يا ولدا خذ بيدي هو هو المسال الفرق ان انا شلتي من هنا التنوين وخليتها ايه نظام يا عاملون اقبلوا ايه ده يا مستر تم انت شوية قلت في النجرة غير المقصودة يا عاملين اهو يا مستر قلت يا يا عاملين اقبلوا وهنا ورضو ممكن اقول يا عاملون اقبلوا با سواني بقى عليك سواني بقى عليك مستر انت قلت هنا قلت يا عاملين اقبلوا وهنا يا عاملون اقبلوا الفرق لا مستر هنا دي منصوبة بالياب ودي هنا مرفوعة بالواب. طب ده نوعه ايه وده نوعه? ده نوعه علشان منصوب هيكون منادر ناكرة غير مقصودة. ايه الفرق يا مستر? منصوب يا ايه. مش انا قلتلك المنادر اللي هو منصوب دايما بيكون ناكرة غير مقصودة. طب يا مستر يا عاملوه اند فيه واو. اه. يبقى ده منادر مبنى على الواو في محل ناصب لانه ناكرة مقصودة. تفهمت? نيهي بقى للنوع الاخير وهو العنم المفرمي. المنادر في النوع ده بيبنى على ما يرفع به دي نفس المرحوزة اللي كانت موجودة في الناكرة اللي ايه المقصودة. ركز معي بقى هنا كده. بصت كده بقولك يا زكريا. يا زكريا اقبل. يعني ايه النافستر مناد على المفرد. يا زكريا اقبل. اه. بيكون عبارة عن اس شهر. عالم بتعرف عليه او اسم بلد عادي. فحد انت عارفه بتندح عليه. فهنا يا زكريا اقبل هنا المنادر بقى بيكونش منصوب خالص. بيكون مرفوع. او لما اجا اقول يا مصر. فهنا كلمة يا مصري دي المناده هنا برضو بيكون مبني على الضم. ليه? علشان عارفة. ملاحظات مهمة اولا لازم تكون عارفة. فيه تلات ملاحظات هقولك عليهم. التلات ملاحظات دول بيجوا في الامتحان كتير قوي. فلازم تكون عارفة. اول ملاحظة عندي نداء ما فيه الالف واللاف. يعني مسلا لو جيته قولت. مسلا يعني ان ايه الطالب او الطالبة? اند ازاي الطالب او الطالبة. بتستلن معهم ايها للمذكر واياتها للمؤنف. ايه دا بجد يا مصر او. يعني منفعش اقول يا الطالب او يا الطالبة. منفع. ايه حتى مش راجعة ایکس كده يا الطالب يا الطالب في حال يسمعها ايها الطالب او اياتها الطالبة. ففي الحالة دي بستخدم معاها ايها او اياتها وهنا المنادة بيكون ايو يعني لما يجي يقولك ايها الطالب وهنا يجي يقولي اياتها الطالب مستر الطالب دي هي المنادة لأ ما تبقاش المنادة امال المنادة فين المنادة عندي ايو اللي هي ايو لان ايو دي الهادها ايه التنبيه يعني الهادها التنبيه ملعاش علاقة اصلا بالمنادة خاضر هي مجرد انا نبهت ان فيه هنا منادة طب يا مستر الطالب اللي بتيجي بعد ايها او الطالب اللي بتيجي بعد اياتها اعرفها بيكون ايه نعاطي مرفوع نعة مرفوع. بس دي كده الكستاف اييغة وايات كده انرجع تاني لما نيجي نقول هنا اييغة الطالب اياتها الطالب النساء اللي هنا لسه كأتيبها ميته لا. الطالب هنا. والطالبة هنا يعظم هيكون ايه? نعة مرفوع زي ما لسه كنت يبلغ حالة. نيجي بقى للمثال التان. او المراهزة التانية. حاجة في전에 In you. انه اهو انا هحزف اباك الندق او ينفع ازاي? سلطاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا هو أنا مش بالمبروض هنا أقول يا سلطان أقبل بسه أنا هنا حزفت أداة النداء عادي خاص مفيش أي مشكلة ممكن أقول يا سلطان أقبل وممكن أقول سلطان أقبل في الحالة دي يا مستر المنادى بيكوني عالم حالي مش هذا من شوية لما جاتي قلت لك في المثال بتاع المنادى العالم يا زكريا قلت لك زكريا ده منادى عالم طب هنا نفس الفكرة عادي منادى عالم بس أداة النداء محزوفة تمام نيجي بقى للملاحظة الأخيرة معنا وهي نداء لفظ الجلال الله لو أنا عايز أقول يا الله أقول حزف في الحالة دي انت هتقول بدل يا الله بقول اللهم تمام والمين بتكون عوضا عن أداة النداء تمام في أي حالة صعبة في الكلام ده يلا بقى أنا انتقل عبدع رابوت كل بقى اللي أنا شرحت أقولك ده كان ازاي تستخرج المنادى او ازاي تعرف ايه هو المنادى طيب الاهرابوت بقى يا مستواري تعال اقولك بسي تعرف لما اجا اقولك في المنادى المضاف يا طالبة العلم اول سؤال والسلام تسألوا لنفسك ايه كيف نحدد نوع المنادى بالكلمة اللي بعد المنادى هنا الكلمة اللي بعد المنادى معرفة والمنادى نصه نكرة نكرة ومعرفة بتساوي مضاف ليه بدانه هو ايه مضاف اعراب المنادى ايه يا مستر اعراب المنادى المضاف والشبيب المضاف والنكرة دير مقصودة دايما منصوبين النكرة المقصودة والعلم دايما مبنيين تمام خلينا كده عارفين فوق ان احنا عندنا النكرة المقصودة تمام والمنادى العلم دول النوعين دول دايما مبنيين بيبنوا دايما لكش داعبوا من دلوقت يبقى لما اجا اقول يا طالبة العلم فهنا المنادى بص بقى اقول عليه ايه منادى منصوب بالفتحة منادى منصوب بالفتحة طب بص كده بص بص لما اجا اقول يا طالبي العلم ها منادى منصوب بايه فتحة منادى منصوب باليا علشان يحرق يا جمع المزاكرة طيب نجي للنوعه التاني النوعه التاني وهو الشبيه بالمضاف لما اجا اقول يا طالبا للعلم ها المنادى هنا نوعه ايه شاميب بالمضاف ليه منصوب بعد اجره مجرور اعرابه منادى منصوب بالفتحة لما اجا اقول يا طالبين كل حاجة زي ماهيه باستثناء طالبين هتخليها يا طالبي وتحذف النون ليه اضربة النون للاضافة يبقى احنا في حالة المضاف اليه بنحذف النون في شن خالص ايه وعطت لغبط في الحتة دي طيب نيجي بقى للنوعه رقم تلاتة وهو النكرة غير مقصودة النكرة غير مقصودة اتفعنا لما جيت قلتلك يا راجولا قل بيادي اه ده كلمة واحدة يا مصر وانا هنا مش قاصد حد معين الله يا دمع انا مش قاصد انا واحد عادي بيعد الطريق عايز راجل ياخد بيدي راجل يعد الطريق ما ندهش على فلان او ما ندهش على حد معين يعد الطريق ففي الحالة دي راجلان نجري غير مقصودة اعربها منظم انصوب بالفتحة طب يا مصر لما جا اقول يا راجلين ركز معاه يا راجلين اقبلة يا راجلين اقبلة هنا انا بقول يا راجلين اقبلة انا بانده على اتنين بس اتنين مش مقصودين انا مش قاصل تحدي فيهم خادر فهنا قلت يا راجلين اقبلة فهنا راجلين يلاقي يكون منظم منصوب بالياء نوع نكرة غير مقصودة لما دي جي ندخل بقى على النكرة المقصودة فوق هنا وناخد نفس الامثلة بتاعة النكرة غير مقصودة لما جا اقول يا راجل خل بيادي ايه ده يا مصن تغيرت ايه على الله تغيرت ايه تنويني هنا بعد الراجلين خليتها فوق راجل مش احنا اتفmışك ان النكرة المقصودة والعلم دائما بمرفوعين ودائما بيبدون على ما يرفع به يبقى في الحالة دي راجل هسأل نفسي اول ملمح اي منظم مش منصوب مرفوعه بالواقع أو بالضم حسأل نفسي ايه واحد بس مبني على ايه طب في محل ايه مبني على ايه طب في محل ايه بوه هنا مبني على ايه مبنى على الضم في محل ايه اوه مشfficient ومأنظم منصوب يبقى مبني على الضوء في محل نظر طب لما دا اقول يا رجلين دا مثنى هنا نفضتها بالياء هنا ما ينفعش نصبها بالياء فاقول ايه يا رجلين اه هرفع عشان اوستر حضرتك قولتني ان المنادة نكرة بالمقصودة والعالم دايما يبنى على ما يرفع به ففي الحالة دي رجلين بدل ما تكون رجلين علشان نكرة بالمقصودة تكون رجلين على سنكرة مقصودة نيجي للعالم المنادة العالم قلت لك اسم شخص او اسم بلد او اي حاجة عالم لما جاقول يا محمد هنا محمد دي اسم شخص فاكيد المنادة عالم هقول عليه المنادة منصوب بالفتحة صح كده ليه مش احنا قولنا بقى ان العالم والنكرة المقصودة دايما بيبنوا يبقى قول عليه منادة مبني على في محل ايه نظر اسأل نفسك في سؤالين قلت لك اول ما تلاقي عالم ما هناكرة مقصودة مبني على ايه طب في محل ايه يبقى محمد منادة مبني على الضم في محل نصر علشان المنادة اصله منصوب طيب لما جاقول يا مصر ها نفس الكلام منادة مبني على الضم في محل نصر طب بص لما جاقول يا يا معلمون معلمون دي اعربها منادة مبني على الواو في محل نظر مش انا قلت لك ان النكرة المقصودة دايما مرفوعة بالواوة وبالضم وقلت لك دايما ان العالم نفس الكلام ايه دا يا مستر وهو ضم بس ماينفعش اقول مثلا يا محمدان مثنى يعني ينفع اقول مثلا يا محمدان ولا ماينفع يينفع طب في الحالة دي يا مستر العربها هيكون ايه منادة مبني على الالف في محل نصر بس النفس السؤالين قلت لك مبني على ايه طب في محل ايه مبني على الالف في محل نصر طب في محل نمونا دوستو منصو بس تدك نوك